اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مساء الخير عليكم جميعا احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اول قانون في تاريخ النادي الاهلي للرياضة البدنية اللي هو بنقول عليه دلوقتي لائحة وقلنا ان القانون ده ما سابش حاجة للصدفة قانون رعى فكرة تأسيس النادي الاهلي نادي لطلبة المدارس العليا ووضع ليهم نظام خاص في الاشتراكات عشان يشارك اكبر عدد من الطلبة وقلنا ان الليحة شجعت كمان المقيمين برا القاهرة على الانضمام للنادي وده ساهم بقدر كبير قوي في شعبية الاهل الجارفة في المحافظات وان المؤسسين رعوا ان النادي للشعب فلابد من تسهيل وتيسير سبل الانضمام للنادي كأول نادي شعبي في مصر وانهم وضعوا اساس كان سبب في ان انا بعد 114 سنة بنفتح محاضر مجلس ادارته عشان نعرف سر الاهلي سر النادي الاكبر في افريقيا والشرق الاوسط سر نادي القرن ودلوقتي نفتح مع بعض محضر جلسة الثلاث واحد وثلاثين مارس الف تسعمية وتمانية على فكرة الجلسة دي كانت اطول جلسة من يوم ما بدأت جلسات اللجنة العليا للنادي جلسة شهدت حدثين في غاية الاهمية في تاريخ النادي الاهلي هنشوف مع بعض محضر جلسة واحد وثلاثين مارس تسعمية وتمانية اجتمعت لجنة النادي الاهلي للرياضة البدنية في الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الثلاثاء واحد وثلاثين مارس تسعمية وتمانية في غرفة جناب الميستر ميتشيل انس بنظارة المالية وتحت رئاسته وبحضور صاحب السعادة امين سامي باشا واصحاب العزة عمر لطفي بيك وعلي ابو الفتوح بيك اعضاء ومحمد علي دولار بيك امين صندوق النادي ومحمد افند شريف سكرتير اللجنة وقال جناب الرئيس انه ايضا ينوب عن صاحباي العطوفة والسعادة ادريس بيك راغب وعزيز عزة باشا بمقتضى توكيلين بالكتابة منهما وقال عزتله عمر لطفي بيك انه ايضا ينوب عن سعادة اسماعيل سر باشا بمقتضى توكيل بالكتابة بدأت الجلسة بمفاجأة كبيرة اوي ميستر ميتشيل انس رئيس اللجنة العليا اعلن الحاضرين انه خلاص حيسيب مصر وحيرجع بلده انجلترا ورغم ان عضاء اللجنة فجئوا برحيل ميستر ميتشيل انس من مصر ولسه النادي ما تمش افتتاحه الا انهم كانوا عارفين ان ده هيحصل في يوم الايام وعشان كده ومن اليوم الاول للتأسيس كانوا عاملين حسابهم على يوم زي ده زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت الحساب البنكي باسم النادي والصرف عن طريق رئيس اللجنة العليا والسكرتير بمقتضى المنصب كمان جميع العقود مع الدولة كانت بتفويد من اللجنة لعمر لطفي بيك يعني كل شيء مترتب مفيش حاجة كده للصدفة يعني رحيل ميستر ميتشيل انس مش هيأثر مستنديا على النادي في اي شيء كمان وده الاهم ان الارض خلاص اتخصصت للنادي وكل حاجة في النادي مشي بسلاسة لبنائه وبدأت اجراءات الاستعداد لرحيل ميستر ميتشيل انس طلبه من سكرتير اللجنة العليا محمد افندي شريف يجيب كل محاضر اللجنة العليا وارى محمد افندي شريف محاضر الجلسات من اول محاضر جلسة 24 ابريل 1907 وقام اعضاء اللجنة العليا بالتوقيع عليها وعلى رأسهم ميستر ميتشيل انس وكده اخدت المحاضر الصبغة الرسمية وده كان اخر اجراء رسمي قام بميستر ميتشيل انس في منصبه كرئيس اللجنة العليا للنادي الاهلي للرياضة البدنية يوم 31 مارس 1908 لكن ميستر ميتشيل انس كان مكلف من اللجنة العليا في الجلسة اللي فاتت اللي هي جلسة 25 فبراير 1908 بالاتفاق مع البنك الاهلي على عمل قرد بشروط يتفق عليها مع مدير البنك وفعلا ميستر ميتشيل انس اخبر اعضاء اللجنة العليا انه اتفق مع مدير البنك الاهلي على القرد بشروط جيدة وقام بالتوقيع نيابة عن النادي الاهلي للرياضة البدنية السكرتير محمد افندي شريف والضامنين ادريس راغب بك وعمر سلطان بك ومحمد طلعت حرب بك وفقت اللجنة العليا على الشروط باتفاق الاسوات يعني بالاجمع كمان ميستر ميتشيل انس كان مكلف في جلسة 25 فبراير 908 بشراء الاساس اللازم لبيت النادي اللي هو الكلاب هاوس ميستر ميتشيل انس ارى على الحاضرين قائمة الاساس اللي امر باسترادها من انجلترا وفقت اللجنة على قائمة الاساس في نفس الجلسة جلسة 31 مارس 908 كان ميستر ميتشيل انس حريص جدا على تقديم نصيحة لللجنة العليا اللي هي ايه بقى اقترح ان امين الصندوق محمد علي دولار بيك اللي تم تعينه في الجلسة اللي فاتت في 25 فبراير 908 هو اللي يمضي مع رئيس اللجنة العليا على شيكات صرف الاموال من البنك بدل من سكرتير النادي محمد فاند شريف وكمان يبقى امين الصندوق هو المسؤول عن الادارة المالية للنادي وتحصيل الاشتراكات ومتابعة دفعات لاكتتاب في الاسم الاجراء ده كان استكمال للعمل المؤسسي في النادي قبل كده ما كانش فيه امين صندوق وسكرتير النادي كان بيقوم بكل حاجة كان بيقوم بالعملين المالي والاداري دلوقتي لابد من فصل الوظيفة وبالفعل وفقت اللجنة على اكتراح مستر ميتشل انس وده اللي استمر لغاية النهاردة مستر ميتشل انس ختم مهمته في الاهلي بسؤال سكرتير النادي محمد فاند شريف عن تقرير شركة راسل كيراندويت المكلفة بامساك حسابات النادي محمد فاند شريف قال ان الشركة بتمطلوا في تسليم التقرير عندهم شغل كتير قوي وما تمسكهاش من الالف للياء رغم ان العقد معاهم بينص على امساك الحسابات والمراجعة مستر ميتشل انس قال انه حيبعت لهم خطاب لامساك الحسابات على اعتبار انه يعرف صحب الشركة الحقيقة ان اللي عمله مستر ميتشل انس لافت للانتباه الراجل خلاص راحل لبلاده يعني امر النادي اصبح ما يخصهش من بعيد او من قريب كان راجل جدي جدا في مساعدة المؤسسين على تأسيس النادي كان ممكن يبلغهم انه انه خلاص ماشي وعليكم بقى الاتفاق مع البنك واشتروا الاساس بتاع النادي من اي مكان وبمعرفتكم كمان شوفو لكم حل مع شركة راسل كيران دويت في امساك دفتر الحسابات لكن الراجل للحظة الاخيرة قام بعمله على اكمل وجهة مع اللي وثقوا فيه هي مواقف بسيطة لكنها بتكشف شخصية مستر ميتشل انس وليه المؤسسين اهتموا ان يكون معهم في تأسيس النادي الاهلي للرياضة البدنية اللي عمله مستر ميتشل انس مع النادي الاهلي كان مقدر من مؤسس النادي اللي هم اعضاء اللجنة العليا للنادي وعشان كده امين سامي باشا عضو اللجنة العليا اقترح منح مستر ميتشل انس الرئاسة الشرفية لللجنة العليا ووافقت اللجنة العليا على اقتراح امين سامي باشا واصبح مستر ميتشل انس اول رئيس شرفي في تاريخ النادي الاهلي للرياضة البدنية وزي ما قلنا الجلسة دي اللي هي جلسة 31 مارس 908 كانت اطول جلسة لللجنة العليا للنادي الاهلي منذ تأسيسه لانها شهدت مناقشات في امور كتيرة او في نفس الجلسة محمد علي دولار بيك اللي هو امين السندوق قال للحاضرين النظار النادي ومعاهي السكرتير محمد افاند شريف ليه عشان يطمن على الانشاءات في بيت النادي لان المقاول قال للسكرتير ان البناء تم يعني خلص بنا كان محمد علي دولار بيك قالوا انه شاف في بيت النادي حاجات نقصة لازم تتعمل فقررت اللجنة تكليف محمد علي دولار بيك والسكرتير محمد افاند شريف انهم يتفقوا مع المقاول على اتمام الحاجات اللي نقصة في بيت النادي وبعد كده يستلموه من المقاول في حضور امين سامي باشا عضو اللجنة العليا وبو موافقته يعني لازم امين سامي باشا يصرح لمحمد علي دولار بيك ومحمد افاند شريف باستلام البيت بعد ما يشوفه بنفسه بعد كده اللجنة العليا اتناقشت في قيمة الاشتراك السنوي اللي حيدفعوا نادي المدارس العليا للنادي الاهلي علشان اعضاء نادي المدارس العليا يبقوا اعضاء فيه وقرروا ان نادي المدارس العليا يدفع 120 جنيه مصري سنويا عن اعضاءه ولو ضمن اعضاء نادي المدارس العليا خرجين يعني خلصوا دراستهم النادي حيدفع جنيه زيادة عن كل عضو خلص دراسته وان الاتفاق ده عن عدد الطلبة الحاليين في نادي المدارس العليا بعد كده اي عضو جديد دخل نادي المدارس العليا يندفع عنه 50 ارش اضافية والاتفاق ده ساري لمدة 3 سنين وبعد اللجنة العليا للنادي الاهلي منقشة القرارات فدل سؤال مهم ماذا سنفعل بعد رحيل مستر ميتشل انس من مصر واستقلته من رئاسة اللجنة العليا للنادي الاهلي للرياضة البدنية طبعا لابد من انتخاب رئيس جديد لللجنة العليا وان ده يتم باقصى سرعة فقرر الحاضرين عقد اجتماع فوق العادة بعد يومين يعني اجتماع طارق يوم الخميس اتنين ابريل تسعمية وتمانية وده كان اول اجتماع طارق في تاريخ النادي الاهلي للرياضة البدنية وقرروا ان الاجتماع ده يكون في النادي الاهلي صحيح لسه الاعمال ما خلصتش في باقي النادي من ملاعب وغرف ملابس وغيره وغيره لكن بيت النادي تقريبا اتشطب وحديقة النادي اخدرت والمكان اصبح جاهز للاجتماعات وهكذا اصبح يوم اتنين ابريل الف تسعمية وتمانية يوم تاريخي للنادي الاهلي للرياضة البدنية فمن ناحية هو اول اجتماع لللجنة العليا بالنادي الاهلي بالجزيرة ومن ناحية تانية هو يوم عقد اول اجتماع طارق في تاريخ النادي ومن ناحية تالتة واخيرة هو يوم انتخاب رئيس جديد للنادي الاهلي يوم مهم جدا ان جمهور الاهلي ومحبيه يحفظوا التاريخ ده عن ظهر القلب الخميس اتنين ابريل الف تسعمية وتمانية محضر الجلسة اجتمعت لجنة النادي الاهلي للرياضة البدنية بمحل النادي بالجزيرة الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الخميس اتنين ابريل الف تسعمية وتمانية تحت رئاسة جناب المستر ميتشيل انس وبعضوية عطوفة ادريس راغب بك وسعادة عزيز عزة باشا وأمين سامي باشا وصاحباء العزة عمر لطف بك وعلي ابو الفتوح بك وبحضور حضرة محمد افندي شريف سكرتير اللجنة وقال حضرة عمر لطف بك انه ايضا ينوب عن سعادة اسماعيل سر باشا بمقتضى خطاب سلمه للرئيس وبدأت الجلسة التاريخية بدأت بطلب جناب مستر ميتش الانس قبول استقالته من رئاسة اللجنة العليا وعضويتها لدواعي السفر لبلادي فوافقت اللجنة وقررت انتخاب رئيس جديد وبعد مدولات ما استمرتش كتير تم انتخاب عزيز عزة باشا رئيسا لللجنة العليا باتفاق الأصوات عرفنا يعني ايه بقى؟ يعني بالاجمع وأصبح عزيز عزة باشا تاني رئيس لللجنة العليا للنادي الأهلي للرياضة البدنية وانتهت رئاسة مستر ميتش الانس لللجنة العليا بعد 11 شهر وتسعة ايام من تولي الرئاسة ف24 ابريل 1907 يوم أول جلسة رسمية للنادي وهنا مهم مرة تانية ان احنا نتعرف على عزيز عزة باشا الرئيس التاني للنادي الأهلي واللي تم انتخابه فأول اجتماع يتم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة قلنا انه ولد في القاهرة في 24 يونيو سنة 1869 ولده عبدالله باشا عزة رئيس مجلس الأحكام العسكرية في عهد الخديو اسماعيل وزوجته بهية يكن هانم حفيدة الخديو اسماعيل تلقى دراسته الابتدائية بالقاهرة ثم التحق بكلية كامبريج في انجلترا وبعد أن أتم دراسته فيها التحق بمدرسة ويلج الحربية وتخرج فيها وانضم إلى الجيش البريطاني ضابطا متدربا بسلاح التوبجية بعد أن عاد إلى مصر عين ياورا بالمعية الثانية يعني البلاط الملكي إلى أن ترق إلى رتبة لواء وعين بعد ذلك وكيلا لوزارة الخارجية المصرية واستقال منها سنة 1908 أسند إليه الملك فؤاد الأول تمثيل مصر لدى حكومة بريطانيا العظمى عام 1923 ليصبح أول سفير في تاريخ مصر بالمملكة المتحدة واستمر لمدة خمس سنوات وذلك بعد إلغاء الحماية البريطانية عن مصر في 28 فبراير سنة 1922 ثم عين وزيرا للخارجية من 18 فبراير 1935 ثم عضوا بمجلس الوصاية على عرش الملك فاروق الأول عام 1936 مع الأمير محمد علي توفيق وشريف صبري باشا وتوفي في 12 إبريل 1961 وبعد انتخاب عزيز عزة باشا رئيسا لللجنة العليا للنادي الأهلي اقترح أمين سامي باشا تقديم خطاب شكر لمستر ميتشل أنس مع الرئاسة الشرفية طوال حياته ووافقت اللجنة العليا وكمان قررت بناء على اقتراح عزت له عمر لطف بك تقديم خطاب شكر لكل من إدريس راغب بك وعمر سلطان بك ومحمد طلعت بك لتفضلهم بقبول ضمان قرد النادي الأهلي من البنك وفي نفس الجلسة قررت اللجنة أن يتم توقيع شيكات صرف الأموال من سعادة عزيز عزة باشا بدلا من مستر ميتشل أنس ومعاه إما أمين الصندوق محمد علي دولار بيك أو محمد فاند شريف سكرتير النادي وكلفت السكرتير باختار البنك الأهلي بذلك وأخيرا تنازل مستر ميتشل أنس عما دفعه من قيمة العشرة أسهم التي اكتتب فيها في أول جلسة رسمية فشكره الحاضرون وقررت اللجنة عمل حفل لتوديعه في اليوم ده 2 إبريل 1908 انتهت رسميا علاقة مستر ميتشل أنس بالنادي الأهلي للرياضة البدنية زي ما قلنا اجتماع اللجنة العليا 2 إبريل 1908 كان أول اجتماع في مقر النادي بالجزيرة ومن اليوم ده كانت كل اجتماعات اللجنة العليا بتتم في مقر النادي بالجزيرة إلا نادرا ولزروف قاهرة زي ما حنعرف في حلقات جاية إن شاء الله ومع رئيس النادي الجديد عزيز عزة باشا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الأهلي استمرت الأعمال في بناء النادي بناء أسوار الملاعب بناء هراف الملابس تشجير أرجاء النادي ومرت شهور الصيف بلا اجتماعات زي ما قالت ليحة النادي لكن كل شيء كان مقرر ماشي في خططه المحددة بلا توقف وبدأت بلامح النادي تظهر وتستعد اللجنة العليا لإجراءات افتتاح النادي لكن ظهرت بعض المشاكل الانشائية لابد من معالجتها أولا وتناقشت في جلسة 12 نوفمبر 1908 نشوفها مع بعض انعقدت اللجنة الإدارية للنادي الأهلي للرياضة البدنية بالجزيرة في الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الخميس 12 نوفمبر 1908 بمحل النادي برئاسة صاحب السعادة عزيز عزة باشا وبحضور سعادة أمين سامي باشا وصاحب العزة عمر سلطان بك ونابى سعادة الرئيس عن سعادة إسماعيل سر باشا وصاحب العزة علي بك أبو الفتوح أعضاء ومحمد أفند شريف سكرتير في الوقت ده لحظت اللجنة العليا ان فيه هبوط في أرضية غرف النادي فقررت انتداب حضرة محمود بك فهمي باش مهندس الأوقاف لفحص بناء النادي والتنبيه على حضرة يوسف فندي أفتيموس المقاول لعمل التصليحات اللازمة وبالمناسبة يوسف فندي أفتيموس ده واحد من أكبر المأولين في الفترة دي كان النادي اشترى طولتين للبلياردو وحطوهم في مكانهم بغرف الألعاب في النادي فقررت اللجنة فك الطولتين لحين إصلاح أرضية الغرف كمان اللجنة لقيت ان حضيقة النادي بتحتاج لبعض الإصلاحات وهنا اتقدم صاحب العزة عمر سلطان بيك بطلب التبرع لعمل الإصلاحات في الحضيقة وفقت اللجنة على تبرعه أما ملعب كرة القدم فانتهت عمليات إنشاؤه وتقرر تركيب قوائم الإجوال وقوائم الإجوال زي ما هي مكتوبة في المحضر كده اللي هي قوائم المرمى العرض يعني بس بنقول العرضة المفروض اللي هي الحتة العريضة الخشبة العريضة لفوق والقوائم اللي هم الجنبين لكن خلاص بيقولوا عليها دلوقتي جد في العرضة آخر ما تم منقشته في الجلسة كان توزيع سندات الحصص أو الأسهم اللي تم الاكتتاب عليها واندفع قيمتها بالكامل وطبعا زي ما قلنا في حلقات سابقة فكل من يكتتب في أسهم يدفع قيمتها على دفعات وفور دفع كامل قيمتها يتم تسليم سندات الأسهم وكان القرار أن يتم أخذ رأي عمر لطفي بيك في السندات وصحة سياغتها قبل توزيعها وانفضت الجلسة وجد جلسة 17 ديسمبر 1908 لتشهد الإجراءات الرسمية لافتتاح النادي الأهلي للرياضة البدنية نشوف الجلسة اجتمعت لجنة النادي الأهلي للرياضة البدنية بمحل النادي بالجزيرة الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الخميس 17 ديسمبر 1908 برئاسة سعادة عزيز عزة باشا وبحضور أصحاب السعادة أمين سامي باشا وعمر لطفي بيك وعلي بيك أبو الفتوح أعضاء وقد نابى حضرة عمر لطفي بيك عن صاحب السعادة إسماعيل سري باشا ونابى سعادة الرئيس عن سعادة عمر سلطان بيك وبحضور محمد شريف أفندي سيكرتير في بداية الجلسة عزيز عزة باشا أخبر الحاضرين أن ميستر ميتشل أنس رئيس اللجنة السابق واللي رحل لانجلترا تم تعيينه مستشار للسفارة البريطانية في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية فقررت اللجنة إرسال خطاب بالفرنسية لجناب الميستر ميتشل أنس تهنئة له على تعيينه مستشارا للسفارة البريطانية في واشنطن هي مكتوبة كده واشنطن اللي احنا بنقول عليها دلوقتي واشنطن ونقف هنا شوي اللجنة العليا للنادي الأهلي كل مراسلاتها باللغة العربية ولما كان الأمر يستدعي إرسال خطابات لبعض الجهات بلغة غير العربية زي البنوك مثلا وغيرها كانت بتكتبها باللغة الفرنسية لكن الغريب أن اللجنة لما قررت تبعت خطاب تهنئة للإنجليزي ميستر ميتشل أنس بعتته برضو باللغة الفرنسية طب ليه ليه ما أرسلتش الخطاب باللغة الإنجليزية وخاصة أنه إنجليزي فيه تفسيرات كتير للموضوع ده منها أن الجماعة الوطنية المصرية في إطار بقومتها للاحتلال الإنجليزي وعشان ثقافته ما تتغلغلش في المجتمع المصري وكمان كنوع من المكيدة للإنجليز قرروا أن كل المراسلات اللي حتكتب بلغة غير اللغة العربية تكون باللغة الفرنسية وعلشان كده كل المراسلات اللي خرجت من النادي الأهلي في فترة الاحتلال الإنجليزي كانت باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ونكمل معدر جلسة 17 ديسمبر 1980 ولأن النادي قرب على الافتتاح قررت اللجنة أن يعلن في الجرائد اليومية قرب افتتاح النادي وقبول أعضاء في النادي من أول يناير 1909 وأن توضع استمارات الاشتراك في كل من المحلات الآتية نادي المدارس العليا ومكتب سعادة عمر لطفي بيك وإدارات صحف اللواء والمؤيد والجريدة وأن يصادق حضرة عمر لطفي بيك على الإعلان قبل نشره في الجرائد ودي خطوة مهمة جدا عملتها اللجنة لإعلان الشعب المصري أن في نادي تم تأسيسه من أجل الشعب وفي الوقت ده كانت صحف اللواء والمؤيد والجريدة مناصرة للزعيم مصطفى كامل والحركة الوطنية صحيفة اللواء أسسها الزعيم مصطفى كامل وكمان صحيفة الجريدة وجريدة المؤيد أسسها الشيخ علي يوسف أكبر مناصري الزعيم مصطفى كامل التلت صحف سياستهم ضد الاحتلال الإنجليزي وعشان كده كان انتشارهم سريع بين أفراد الشعب المصري كانت خطوة مهمة جدا وضرورية لنشر فكرة الانضمام للنادي الأهلي ممكن حد يقول هو ما كانش حد عارف أن في نادي اسمه الأهلي طبعا الفكرة كانت بين الناس اللي بيشتجلوا عليها بس لا كان في وسائل إعلام ولا فضائيات ولا سوشيال ميديا تقول أن في نادي بيتأسس حاليا فكان لازم الإعلام في الصحف ولأن النادي بقى فيه منقلات وأدوات لعب تم تعيين محمد فندي أمين وأصبح أول أمين مخزم أو زي ما كانوا بيقول وقتها أمين عهدة وكمان تعين فراش وغفير وكان آخر قرار لللجنة العليا للنادي الأهلي في جلسة 17 ديسمبر 1908 تكليف سعادة عزيز عزة باشا رئيس اللجنة العليا بشراء كل ما يلزم لفتتاح النادي كانت لحظات تاريخية لحظات التجهيز لفتتاح النادي الأهل لحظات يستعد فيها كتاب تاريخ الرياضة المصرية ليكتب اسم نادي سيصبح أبو الأنضية المصرية هنتكلم عن كل ده لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر